هكذا تبدو واحدة من أكبر المراكز التعليمية والثقافية في جنوب أوكرانيا وهي مكتبة خرسون للأطفال والتي تحمل اسم نورا سيدنيبر دمر المبنى بالقضاء في الروسية واستولى الغزاة على معدات أثناء احتلال خرسون حيث تقع المكتبة بالقرب من نهر دنيبر وقد نجت سابقا من ضربتين على بعض بضعة كيلومترات على الضفة المقابلة وتوجد بالفعل مواقع للقوات الروسية ولقد أصبح القصف أمرا شائعا هنا هذا قسم الكتب ويحتوي على قسمين هذه غرفة مشتركة للقراءة الأطفال والكبار هنا مركز الإنترنت هنا أتيحت للأطفال فرص التعرف على خريطة طريق الطابق الثاني وتم الوصول إلى الواجهة قبل الغزب الشاملي لجيش بوتين لأوكرانيا كان يزور المكتبة حوالي عشرين ألف قارئ والآن تم إخلاء مخزون الكتب بالكامل ولم يتبقى سوى عدد قليل من المنشورات باللغة الروسية على الرفوف الفارغة هذه هي غرفة القراءة كان يحضر أطفال صفوف الرابع والخامس والتاسع لقراءة الكتب الأدبية وكانت تعقد اجتماعات النادي والتواصل وحتى شرب الشاي والقهوة كانت مكتبة خرسون رائدة في تطبيق التقنيات الرقمية وفي العام 2001 تم افتتاح مركز انترنت هنا لأول مرة في أوكرانيا وخلال الاحتلال الروسي الآن فقط القواعد المثبتة الموجودة على الجدران تذكرنا بوجود معدات تقنية حديثة سابقا كانت هناك طابعة ونماذج ثلاثية الأبعاد كان هناك الكثير من الأشياء في العمال على عكس المتاحف لم تكن مقتنيات المكتبة ذات أهمية كبيرة للغزرة الروس ولحسن الحظ نجت معظم الكتب لكن الروس تمكنوا من فرض أوامرهم هنا وحاولوا القيامة بأنشطتهم الدعائية تحت شعار روسيا هنا للأبد جميع الكتب المتعلقة بتاريخ أوكرانيا حول مجاعة هولدومور ومنشورات المؤلفين المعاصرين تم إخفاؤها أو رميها في النفايات في الرابع والشين من فبراير احتفلت المكتبة بالذكرى المئوية لتأسيسها ورغم كل شيء لا تزال تواصل عملها ويقيم المتخصصون لديها فعاليات للأطفال في الجزء الأيمن المحرر من غرسون ومن بين الموظفين الثماني والأربعين بقي فقط أربعة عشر منهم في المدينة أما البقية فيعملون عن بعد تقام فعاليات مختلفة عبر الإنترنت لأطفال المدارس الابتدائية وطلاب المدارس الثانوية نحن نقيم الكثير من الفعاليات المتعلقة بالثقافة والقواعد الإعلامية اليوم نحن نتعاون مع كتاب من جميع أنحاء البلاد نحن نتفاعل مع شركائنا المنظمين الذين يدعمون المكتبة وينظمون الأحداث بالشراكة يتم تحديث موقع المكتبة بشكل نشط تعمل أولجا في المكتبة منذ ثمانية عشر عاماً ولقد تسلمت إدارتها خلال أصعب الفترات وسقطت المكتبة في يد الغزاء خلال اليوم الخامس من تسلمها للمنصب الجديد وتقول بأنها لا يمكنها ترك هذه المكتبة وهي تزور المبنى دائماً وتخاطر بحياتها حرفياً ولدى فريق المكتبة أيضاً الكثير من الخطط لترميم وتطوير هذا الصرح الثقافي أعداد نكيتا سكاب لكوفو لقناة يو تيفي عربية